السلم الأهلي السلم الأهلي هو مفهوم مرتبط بالعيش المشترك والأمن الاجتماعي بالمجتمعات يلي فيها تنوع ديني وعرقي وتباين عميق بالمواقف السياسية والاجتماعية واللي بيطلب عيشها المشترك بسلام رفض كل أشكال التقاتل أو مجرد الدعوة إله أو التحريض عليه أو تبريره من خلال استخدام الاختلاف كمبرر للصراع مبني على إيديولوجيا دينية أو سياسية أو قومية والسلم الأهلي بيعني كمان العمل على منع وقوع حرب أهلية بالمجتمع يلي بيعيش صراعات واختلافات عميقة بتهدد العيش المشترك بين فئاته المختلفة وعادة ما بيزداد الخطر على السلم الأهلي لما بيكون في غياب للقانون والمحاسبة المترافقة مع الصراع المسلح والفوضى وإنعدام الأمن يلي مع الوقت بتهدد تماسك المجتمع وبتأثر بشكل مباشر على استقراره على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وبتأثر على مكونات النسيج الاجتماعي والعيش المشترك لما بتنتشر الفوضى والعنف لواء الطويل من الزمن بينفرض نمط حياة جديد وخطر بيتعزز فيه الاقتتال الطائفي والعرقي والعشائري والثقر وبترافق مع انتشار الكتائب المسلحة التابعة للعشائر والقوى السياسية ورجال الدين وزعماء الطوائف والوضع الحالي بسوريا بيظل العنف الممارس من قبل النظام والعنف المضاد من قبل الكتائب المسلحة المعارضة وبغياب مظاهر الدولة والمحاسبة وسيادة القانون بيشكل بيئة مثالية لانتشار العصابات والجريمة المنظمة والانتهازية وعدم الاكتراس وبهيك بيئة بيصير الخطاب الطائفي والعرقي وتجريم الاختلاف مقدمة لتبرير قتل الآخر المختلف واستخدام هالخطاب لحشد وتجنيد طرف ضد آخر وبالتالي بيصير المجتمع منقسم ومقتتل وبتزيد فرص الحرب الأهلية مثل ما صار ببلدان مجاورة مثل العراق ولبنان وبالرغم من انه الوضع الميداني بسوريا شديد الخطورة وفي صعوبة بالتواصل الفعال بين السوريين إلا أنه من الضروري العمل فورا على ترسيق قيم العيش المشترك بتعزيز ونشر الأفكار الجامعة من خلال مبادرات محلية للسلم الأهلي واستغلال كل نقاط الالتقاء لدى الفئات المتقاتلة أو المهيئة للاقتتال والعمل وفق مخطط تدريجي على نزع بؤر التوتر والاقتتال وتوفير الأرضية الجامعة والمشتركة تعزيز السلم الأهلي بيتطلب كوادر مهنية مدربة من فئات المجتمع المختلفة واللي لازم تكون ممثلة لكل التنوع الديني والطائفي والقومي والسياسي والجغرافي بسوريا ومن شرائح عمرية مختلفة فيها الشباب وفيها الشيوخ من الرجال والنساء وكمان توظيف الإعلام المتاح ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي والقصص الواقعية يلي بتحكي عن العيش المشترك والأعمال الإيجابية وبتعزز الانتماء للبلد الجامع لكل الاختلافات ودور الفعاليات الاجتماعية والوجهاء وقادة الرأي والفنانين كتير مهم بهيك عملية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة والجمعيات الخيرية والتشبيك بين كل الجهات لتعزيز ثقافة السلم الأهلي الاجتماعي داخل المجتمع السوري وترسيخ مفاهيم الحوار وتقبل الآخر بعيدا عن العنف والتركيز على ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع والأهم من هيك العمل على إيجاد حلول مؤقتة لوقف الاقتتال أو تحييد المناطق المدنية والتجمعات السكانية والعمل على مبادرات وطنية بتوقف القتل وبتطلق مبادرات للمحاسبة مع التركيز على الدور الإعلامي بتعزيز المشاركة السياسية من خلال البرامج والحملات الإعلامية وتوقيف كافة الحملات والبرامج اللي ممكن أنه تزيد من حالة العنف والاقتتال وتحرض عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر